اشتركوا في القناة يصور سلسلة حلقاتنا بعنوان الطريق الى السنغال ووصل للحدود السنغالية ليلة امث وتم طرده وقالوا له بالحرف يلزمك جواز سفر مغربية او اوروبية او يكون معك مغربية انسمح لك بالعبور الى السنغال والسبب انكم دولة تدعم الارهاب في افريقيا ودهر اليوتيوبر الجزائري في مقطع فيديو وهو يكشف على ان السبيل الوحيد لديها لدخول دولة السنغال هو توفر على جواز سفر مغربية او ان يكون احد مرافقه مغربيا وشن اليوتيوبر الجزائري حملة مضادة بعد هذا الموقف ودعا متابعيها الجزائريين الى عدم زيارة دولة السنغالة او المجيء سياحة الى هذا البلد متحججا بالبنية التحتية الرديئة لهذه الدولة قائلا واش هدي حالة بلادي ذرها الناس ومتثائلنا واش المروك خير مني اتارت جريدة الاسبو خبر اقدم ميثر عبر جامعة ايموري وبرنامج سيبي للقاحات الجديدة على خطوة تطبيعية مع الكيان الدخيل في الصحراء المغربية وذلك برصد مؤشر الاسابات في مخيمات اللاجئين الصحراويين من جبهة البوليساريو الانفصالية وليس من الادارة الجزائرية وهو ما شكل تطورا في التعامل مع فيروس كورونا المستجد الذي كرس وضعا انسانيا اخر ويعمل مركز شمال افريقيا لمراقبة الامراض الوقائية المتواجدة في مصر برفع تقارير عملية عن اوضاع الاسابات والتقارير المفصلة حول دائرة الانتشار الوضع الذي شجع على تطبيع صحي غير مسبوك مع البوليساريو الانفصالية وقد اعتمدت جامعة ايموري بحسب جريدة الاسبوع توصية عن مؤشرات للجبهة واخرى معتمدة لدى السيديسي شمال افريقيا ويضم رسميا البوليساريو الانفصالية الى جانب مصر وبلدان المغرب العربية وقد ثبق انحدر خبراء في الملف عن خطر تفشي فيروس كورونا في مخيمات تندوف في دل غياب الحد الادنى من البنية الصحية والهشاشة التي تعرفها مخيمات تندوف مع تسجيل اهمال جذائري للمخيم في هذا الظرف وتمت مناشدة الهيئة الدولية للتدخل العاجل لانقاد المحتجزين في تندوف من تداعيات انتشار الوباء فيشرع المغرب في اطلاق خدمة رقمية عبارة عن تطبيق جديد للكشف عن مدى قرب مستخدميها من اماكن وجود مرضى كوفيد-19 من اجل تجنب تلك الاماكن وكده الطرقات التي مروا عبرها والاشخاص المخالقين لهم وايضا اجراء اختبار داتي وامكانية التسجيل لاختبار كورونا بالتاريخ الذي سيتم تحديده وفي هذا الثدد افاد موقع ميديا 24 ان وزارة الداخلية بعدما اطلقت دعوة للاهتمام بمثل هذه الخدمات تلقت عروض سبع شركات مغربية متخصصة في البرمجيات من اجل العمل على تطوير تطبيقات تتبع وتعقب مرضى كورونا مشيرة الى ان التطبيقات ستكون جاهزة بحلول نهاية ابريل الجارية على ان يتم العمل به في بداية مي المقبلة واضاف الموقع الناتق بالفرنسية ان هذه التطبيقات تبقى من بين الوسائل الانجحة لمحاربة فيروس كورونا مبرزا ان المغرب سينهج نفس درب الدول الاجنبية كالصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا والسانغافورة التي تستخدم هذه الوسائل التكنولوجية والتي ابانت عن فعاليتها وعرج دات المصدر على ذكر ان المغرب استورد بعد 18 يوما من اعلان حالة الطوارئ الصحية بتاريخ العشرين مارس الماضية مائة الف جياز اختبار الكشف عن الفيروس كمرحلة اولية مسترثلا انه يرجح ان المراكز الاستشفائية شرعت في استخدام هذه الاختبارات يوم الاثنين الثالث عشر ابريل الجاري واكدت ميديا 24 بناء على وثيقة تأطيرية للمشروع على ان المغرب يثعى لتحقيق ثلاثة اهداف من خلال هذه التطبيقات تثهيل تتبع حالات كوفيد-19 الاكتشاف المبكر والثريع لاثابة المخالقين من خلال تتبع تاريخ الاتصال مع الحالات المؤكدة الاستخدام الجيد للاختبارات من خلال التركيز على الثكان المعرضين لخطر الاثابة او الذين كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة الاستعداد للتخفيف من قيود الحجر الثحية من خلال مراقبة المواطنين في هذه المرحلة وعزل الحالات الجديدة بسرعة وتجنب تفشي المرض من جديد ومن شأن التطبيقات ان تقدم الميزات التالية التتبع تتبع ثجل الحالات المؤكدة على مدى 14 يوما الى 21 يوما الماضية لتحديد الاشخاص المعرضين للخطر واختار وزارة الداخلية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة مع احترام حماية البيانات الشخصية التوجيه رصد الحالات الصحية للمستخدمين مناطق الخطر معلومات للمستخدمين حول مناطق الخطر المنازل المحلية ووجود حالات كوفيد-19 وما الى ذلك اذن الخروج تزويد المستخدمين بتفويد خروج الرقمية اثناء عملية التخفيف من قيود الحجرة التشخيص عبر الانترنت التشخيص الداتي لاعراض كوفيد-19 من خلال ملء استمرارات الرقمية وامكانية التسجيل للقيام باختبار على ارض الواقعة المعلومات الرسمية اثار المعلومات من المصادر الرسمية لجميع مستخدمي التطبيق من اثارات الرسمية واحصاءات واخبار ذائفة وما الى ذلك اذ سيتم ربط التطبيق الذي سيكون متاحا على جوجل بلاي وابستور بواسطة جي بي اس او بلوتوت او كليهما واورد الموقع ان مستخدمي التطبيق الذين كانوا على اتصال بالشخص المثابة سيتلقون اشعارا على التطبيق او عبر رسالة نصية قثيرة توصيهم بعزل انفسهم وابلاغهم بانه سيتم الاتصال بهم واختبارهما ويمكن للتطبيق حسب ذات المصدر تتبعك فقط اذا كان محملا على هاتفك هذا التحميل الطوعية ولكن يصي به بشدة مشيرا الى انه سيتم ابلاغك اذا كان الشخص الذي كنت على اتصال معه كوفيد 19 مثاب كورونا اذ في هذه الحالة سيتم الاتصال بك لتقديم المشورة ومتابعة صحتك من قبل الثلطات الصحية يقال ان الازمة تكشف حقيقة الاشخاص وازمة انتشار فيروس كورونا المستجدة جعلت المغاربة يكتشفون كفاءات وطاقات علمية وبحثية مغربية ضلت لثنوات تشتغل في هامشة وبعيدا عن ضجيج وسائل الاعلام التي غرق بعضها في الترويج للتفاهة وتبنيها لا يرى كثيرون حول العالم سوى الجانب الثلبي في وباء كورونا خثائره وضحاياه وفتكه في حين انه اذا امعنا النظر سنجد في ظهوره دروسا للبشرية وصلت وباء كوفيت 17 خلال هذه الازمة الضوء على عباقرة وادمغة يكافحون بشكل يومي لاجاد علاج اولق حلها عباقرة ينحدرون من بلدان عربية وافريقية لا طالما شكك البعض في قدراتها وامكانياتها ومن بين هؤلاء شباب مغاربة ابهروا العالم بذكائهم وحنكتهم في شتى المجالات كالعلوم والبيولوجيا والهندسة وغيرها اتساهموا وحسب اختصاصهم في ايجاد طرق لكبح تفشي الفيروس الدكتورة سارة بلالي احدى هذه الطاقات التي ظلت تشتغل في الصمت حتى جاء فيروس كورونا ليكتشف المغاربة شابة اسمها سارة بملامحها المغربية وحجابها تظهر في وسائل الاعلام الفرنسية وعلى صفحات الجرائد كاحد افراد الفريق البحثية للبروفيسور راول دي دي الذي اوصى باستعمال علاج هيدروكسي كلوروكين الذي يستخدم في علاج المالاريا من اجل علاج فيروس كورونا سارة بلالي هي شابة مغربية من مواليد 1992 بحيث دي عتمان بالدار البيضاء حاصل على الماستر من كلية العلوم بنمسيكا بشراكة مع كلية الطب مارسيليا ماستر تخصص علوم الصحة والتنمية المغرب 2015 وماستر تخصص الامراض المعدية بفرنسا حاصل على شهادة الدكتوراه سنة 2019 تحت اشراف البروفيسور دي دي راولت بفضل مصارها الدراسية المتميزة توجده بالاشتغال كمهندسة بحث علمية تشتغل على البكتيريات والفيروسات في فريق البروفيسور راولت دي دي وبالضبط في فريق المجهر الالكتروني الماثح وهو الفريق الذي كان صباقا لاخذ اول ثورة مجهرية لفيروس كورونا المستجدة ومنذ زيارة ماكرون وفاجئة لمختبر البروفيسور راولت دي دي بدأت ثورة الشابة ثارة بلالي تمتشر على مواقع التواصل الاجتماعية مرفوقة بعبارة الاعجاب والاشادة والفخرة من طرف نشطاء مواقع التواصل المغاربة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر